أنا كيد نظرنا بلغة إحصائية نقوله خلال 48 ساعة الأخيرة أكثر من 47 قتل أكثر من 93 جريح أكثر من 55 حادث مروري كي نقول حادث مروري كما قلت هذه صور فاضعة وبشعة فعلا إرهاب طرقات هذه الصور خلفت مجازر مرورية وين كانت فيها أسر على مستوى كما قلت قسنطينا وين فقدنا الأسرة كاملا اليوم نجب أنه كما قلت دقنا قسنطي خطرة من خلال أنه اليوم إعادة النظر في التكوين أو التكوين السواق المسافة الطويلة إعادة النظر كيفية للآلية والإستراتيجية السائق اليوم أصبح يسوق من محطة خروبة حتى الحسيم سعود نشوفه سائق واحد بدل سائقين ما هي الألية ما هي الألية مراقبة السواق كيف تكون عندنا آلية ولا نظرة باش نراقب ونفرضوا أن يكون سائقين بدل سائق اليوم أيضا مسؤولية من يتحملها من يراقب هذه الحافلات من يراقب نتكلم على الدور لكونترول تكنيك الحافلة هل هذه الحافلات التي تخرج هيكون فيها مراقبة دورية والمراقبة كل سنة اليوم يجب أن نقول أنه ندق نقص خطر من خلال إنشاء مجلس أعلى السلام المرورية أو من خلال أنه لماذا لا مثلا تكون فيه مناقصة جدية في البرلمان يكون يوم برلماني مناقشة سلام المرورية ويخرج بقرارات قرارات تكون مستقامة من أعلى هيئة في الدولة اليوم مشاريع السلام المرورية لازم أن تتبنى مؤسسة الدولة تتبنى مشاريع السلام المرورية اليوم المجال السلام المرورية يجب أن يؤخذ بأكثر جدية حتى لا نفقد هذه الأرواح هل قدمتم مقترحات اليوم نجد الأكاديمية الوطنية الوقاية والأمن عبر الطرقات وغيرها من الأكاديميات بالإضافة كذلك للمندوبية الوطنية والأمر عبر الطرقات هل تم تقديم مثل هذه المشاريع حتى يتم أخذها بعين الاعتبار